أبو عدنان يعني المشاهد يعشقك على المسرح وهذا عشقك احنا نعرفه لكن هل فعلا الأعمال الادرامية اللي قدمتها هي نقدر نقول يعني خدتك من العشقك ليش ولا في أسباب معينة يعني يعني ليش قصدش ليش بتعدت على المسرح ايه هو عشقك الأول يعني هل أنا انشغالك بالعمال الدرامية أول اللي خدك منها ولا فيه ثبب معين لا لا انا ما عندي أعمال كثيره ترى انا بالسنة اذا قدرت أقدم عملك كثر خيري الله يعقبك وتخبيح وعافية المسرح يتعب والمسرح مو مهيئ مسرح لا في صوت لا كراسي عدلة لا إضاءة عدلة ما فيه تقنيات لتريحك يعني ساعات انت جمهور قاعد وراء قال لك صوت صوت ما يوصل صوت ما يوصل فاحنا نضطر ندوس على روحنا الى النتنك انا ثلاث مرات جتني جلطات والسبة صوت 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 فالمسرح اذا مو مهيئ عدل ما في تقنية بحيث اني انا لو اهمس على المسرح همس لازم الجمهور يسمعني الصوت لازم يكون يوصل الكل الاضاءة نفس الشيء اللي وراء ما يشوف ويهي كتاب المسرح موجودين ابو عدنان خليلي لا حتى النصوص ايضا مشكلة النصوص صارت عملة نادرة يعني سواء بالمسرح او بالتلفزيون يعني نصوص هذا الكل يقولها ابو عدنان وهي بشكل عام يقولون في قلة لكن هل الكتاب هذولة اللي هما قلة يعني اقصد بالمسرح او في العمالة التلفزيونية وين تعتقد الخلل موجود الخلل ما عندك انت شيء يعني ما عندك مشاكل يعني ما فيه تشجيع لهما نقصد لا 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 فيه تشجيع بها او المسرح او التلفزيون بالاكس يدفعون نعم لكن المواضيع قليلة يعني احنا بالخليج مواضيعنا متشابه وقليلة جدا نعم يعني ما نقدر نخلق مشكلة نعم حتى اذا خلقنا تخيلنا ان مشكلة قالك لا والله هذا ما عندنا مو موجود عندنا او مو من بيئتنا هم كلامهم عدل لكن ترجح حق مصر او مثل الدول الاوروبية والدول الثانية عندهم بلاوي عندهم عمخ جغرافي عندهم مشاكل كثيرة مشاكل اخاف من كلامكم بعدنا ان هاي شهدة انحنا ما عندنا مشاكل مانو ان هليب الكويت ما عندنا مشاكل مشاكلنا محدودة يعني مشاكلنا مشاكلنا مو ما المسرح مثل ما انا قتلتش الحيط يعني طبقوا القانون عدلوا البرامج مثل ان حطوا العقوبات على المرور هاي مشاكلنا انما مشاكل تشايدة لا ما عندنا اللي هو مشاكل الفقر مشاكل التعليم مشاكل السكن مشاكل المعيشة ما عندنا هالمشاكل يعني احنا نخلقها ما يصير فضمن الله هذا